اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد منتخب مصر للشباب كان بيلعب دورة شمال افريقيا انتهت النهاردة وبالتالي ده محور مهم جدا من محاورنا وايضا قطاع الناشئين بشكل عام في الكرة المصرية وده من اهم المحاور ومن اهم الاسماء اللي ممكن تتكلم عن قطاع الناشئين معه هو المخضرم صاحب العين الخبيرة في عالم قطاعات الناشئين وفي كرة القدم المصرية عموما الكابتن امام محمدين رئيس قطاع الناشئين في نادي امبي مناور الدنيا كابتن امام انا المشكور لحضرتك مقدمة وبفرح جدا ان انا بقى معك هاني شخصية جميلة وبتسري الحديث وبلاي نفسي مع حضرتك احنا بيشرفنا جدا وجودك معنا والله كابتن اخبارك ايه كله زي تقولي بس هو فيه تصحيح ايوا انا المستشار الفني المجلس ادارة نادي امبي تمام رئيس قطاع الناشئين ده كان حتى في 2020 نوع من الترقية ما تعرفش او كتف بس هي عندي زميل من الكوادر اللي حضرناه بشكل جيد كابتن احمد جابر هو رئيس قطاع الناشئين مش عايزين نسلبه حقهم ده طبعا انا اسف بعتذل للوطنة معدل سنة مميزة وعمل نتائج رائعة متصدر في ثلاث بطولات في الجامورية وفي فرقة قربت بعد فزع الزمالك مبارح 2-0 في الزمالك فاعتقد انه هو ماشي بخطة سابتة وبيقدم لعيبة الفريق الاول كعادتنا احنا الهاجس الاكبر عندنا في امبي الحقيقة اللي شغفين به كلنا وبما فيهم رئيس النادي سازاي من الشريعي مجانين نطلع لعيبة المنتخرة يعني عارف ان بتحس نفسك انك انت في نادي لي وضع في البلد او بيمثل هيئة مهمة في الدولة وبتصدر لعيبين للمنتخب اه بالضبط فبيبقى الشغف الاولاني هنطلع كام لعيب في كل جيل ايلا عن منتخب مصر احنا وصلنا في وقت من الوقت ان مسلنا منتخب مصر في بعض الفترات بثمان لعيبة مرة واحدة ممكن اكبر عدد مسلنا في المنتخب رغم انه رام يوفق وجيد 87 مهدي سلمان وعمر عامر ورام صبري وسامع الفضيل ودرغام والمحمدي وصراع شور واسلام عوض بسم الله ما شاء الله يعني 12 لعيب كانوا في انتخب مصر مصبوط اه الجيل التاني برضو اللي كان فيه عدد لا بقسة بيه من اللاعبين المميزين عندنا جيل 85 كان عم شافي وكان احمد علي كامل يعني عملنا انجازات دايما قطاع الناشئين في امبي معروف انه بيطلع اللاعبين بيكملوا لسنوات طويلة وبيبقوا دايما مادة في المنتخب الوطني يعني احنا بنعتبر نفسنا رفع مهمة او في الكرة المصرية مهم وبينلاقي نفسنا على الشاحة وفصت عماليك اكبار سل الاهل والزمالك اصح اسماعيل الاتحاد 00下 الشعباء كبيرة antes craig ان انتعملت النفسك مكانة اوفصت هذا المجتمع normal موليك دور فاعل ف المجتمع ذا أيгляд فكلنا بنحس بالفقر فيه صح والناس اللا ما بتحس ده ودايما سمعة قطاع الناشئين في امبي بتبقى قوية بسبب السياق دا تحددا ذكرت اسم رامي صبري فرصةienda اتطمن عليه انه من ساعة اصابة الصليبي مع فارقه ولسه مرجعش عايز اخي اخبار بيتمرن اه الرمي برضو حضرتك عارف انه هو موديد سبعة وتمانين مزبوط ستة وتعتين سنة ايو فبيبقى محتاج تأويات افضل وفترة علاج مزبوطة قوي ايوه من الشاب صغير عشان يرجع بسهولة بالتالي الرمي عنده شخصية وعنده عزيمة ان شاء الله هنشوفه تاني بشكل مميز نتناله الشفاء يعني ان شاء الله طيب تابعت طبعا منتخب الشباب في كم لعيب في منتخب الشباب من امبي اتنين اتنين وده رقم جيد بالنسبة لك ولا بترى انه غريب لا 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 استحقق اكتر من كده استحقق اكتر من كده ليه ليه شايف انه انه يستحق امبي تمثيلا اكبر في منتخب الشباب هتكلم معك بصراحة الشباب مش عايز اقصه على واقل يعني هو شخصية انا بحبه بعتز بيه بس لما بتيجي تعمل مقايدة او مفضلة مع مصر ما ينفعش تحط حد اصاد الجملة دي قوية بس محتاجة تفسير اه طبعا اولا انا في البريموت ما حضرتك بتتكلم اه مع عضو مجلس ادارة محمد ابل وفق عضو مجلس الادارة ان هما بدأوا متأخر لا هما بدأوا متأخر اوي اوي اه يعني اذا كان ممكن اشرح ليه بدري وليه متأخر اه طبعا السن بتاع 2005 ده سن اولمبي اه وده لما بتيجي تصنف الناشئين بتصنفهم ثلاث مستويات المستوى الادنى او الاقل واللي ملناش حظوص كبيرة فيه هو المستوى الزوجي الزوجي اه فاحنا على مدى 40 سنة فاتت لم نتأهل لبطولة افريقيا غير مرتين اه في كل هذين مراحل الزوجية طيب طيب يعني ايه زوجي ويعني ايه فردي ماشي موليد مثلا هناخد من اقرب منتخبات جيل 2006 تمام اللي قعد وتصرف عليه ياما ومشاوير واعداد اللي ضربه كنتم حمد وارب افريقيا وروحنا السعودية وعملنا دولة وبعدين نهينا مع دوء الشمال افريقيا خرجنا في مواهب اه اعتقد فيه بين 3 الاربع كناس مواهب تمام احنا في مصر في خلال العشرين سنة اللي فاتت ومن خلال شغلنا مع اتحاد الكرة بس كان فيه صفوة بدون ان انا يعني ازايد عليهم مثال مثلا شخصيات عظيمة منهم اللي رحلوا منهم ربنا اديروا العمر ضهشوري بيه حرب مصطفى الخديلي اسماعيل اليمني في الاسكندرية احمد بهاء كانوا عاملين حاجة اسمها دور القطاعات القطاعات بتعني انك انت لمم الست قطاعات الكبرى في مصر تمام في باكت جواحدة هنا انت ما بتصنفش بقى يعني ما بترقبش دوري فيه 12 نادي او 14 نادي او 16 نادي هم دول الصفوة اوكي هم دول الصفوة بس انا هد مثال احنا في جيل بتاع الكابت الربيع ياسين 93 وجيل 89 هو اللي بدأ فيهم وان كان اللي نهى في 89 سكوب وامحمد صفي وربيع خد جمد رجع كرر التجربة في 93 وكان دي السابق انه خد بطولة افرقها في الجزائر وترقى لانه روح يلقى بكاس علم في تركيا انا مش عايز نتفرع بس عشان نبقى اكسر تحديد فالسن الزوجي ده المرحلة بتاعته بتبقى في سن 16 سنة وبتنتهي في سن 17 وبتوقف المميز في هذا السن او تجاربنا الخبراتي في العمل ده المعامل الشدة ما بين الاتنين دايما في المستوى العالي هتلاقي مثلا عشرين لعيب بيوصلوا مقابل خمسة من الزوج يعني لو انت بتعمل معيار كده الفريق الاول في منطقة مصر ورقبة المراحل السنية دي هتلاقي لعيبة اللي سنها زوجي عددها ادنى للربع والتلات تربع فردي ده بيرجع ده ايه سببه صدفة ولا يعني النمو عندنا احنا بنلعب اقرارنا او المنافسين دينا في افريقيا تمام بتلعب غانا بتلعب السنغال بتلعب نيجيريا بتلعب كودفورد تمام بتلعب ان ديه كبيرة ودول عظيمة يعني ايه في السن الصغير ده احنا بنبقى دقال جدا لك انك تتخيل احنا خرجنا من اريتريا وخرجنا من الصومال اقصى فرقة كبيرة اللي عبنا قدامها وخرجنا كانت جنوب افريقيا مع الدكتور جمال محمد علي فجينا في وقت مع كابسي ياجب 10-15 سنة وراء قلنا سن الزوجة ده في مصر احنا مش يعني مش مميزين فيه وبنصرف فيه ملايين وبنعد الفريق وبيخرج من الدور الاول دايما المباشرات الزوجية بيبعليك دورين تمهيدي ومن ثم بتتأهل لبطولة افريقيا اللي هم 4 و 4 تمام والتلاتة الاوائل بيروحوا كاس حالة ايو مظبوط البطولة دي بتبدأ في سن 16 وييجي مثلا هديك مثال جيل 94 اللي كان مسكوه عمر ووليد وكابت محمد عمر طبعا دول لعبوا في 2011 تصفياتهم بدأت في مايو 2010 لعبوا مطشين وصلوا راحوا البطولة ايو المنتخب اللي حصلت فيه ازمة وعزمة الكوبرة ايو مظبوط واتضح ان فيه تسعة مسننين نعم مزورين مزورين اه ان هي ترامة مش موجودة يبس انهم مش موجود صح اه لان فرق ما بين مش عايز افرع عن الموضوع لكن فيقول ان انت بنلغي السن الزوجة ده ونشارك لان احنا بننجح في المسابقات الكبيرة تمام عشرين سنة بنتسوى مع الافارقة مثال مثلا جيل تلاتة وتمانين بتاع عماد متعب وعمر زكي وحسني وفتحي او جيل واحد وتمانين بتاع زيدان لما راح يلعب عشرين سنة خد بطولة افريق اه وراح كس عالم بل العكس فرقة فيه ومجابي التالت تسعة مظبوط الفين ومعكة شوية غريب القوام ده اللي هو الفين واحد اللي هو واحد وتمانين وثلاتة وتمانين هو ده اللي عمل منتخب مصر اللي فاس ببطولة افريق كده ثلاث مرات متتالية فقولنا بلاش لكن الفكرة كان بيتيجي دايما يقول لك احنا مصر اللي عندنا المقر بتاع الاتحاد لأفريق اي لا يجب ان نسحب في المسابقات طيب حتى لو انت بتعد فرقة زوجية يبقى لازم عينك عليها انك هتاخد منها مش اقل من خمسة لعشرة في قوام فريق عنده تلاتين لعيب لانه السن الفردي اللي بيليه هيلعب دورة اولمبية يعني جيل 2005 ده هيلعب دورة اولمبية هيلعب افريقيا 25 في اول ثلاث شهور في 25 وهيلعب في اخر اربع شهور في السنة نفسها كاس عالم وبعدها بسنة هيحصل تصفية اولمبية وبعدها بسنة دورة اولمبية يبقى انت لما تيجي تخطط في منتخب زي موارد 2005 ده مفروض تنزل ثلاثة اربع سنين وراء وتبدأ اعداده فده هيودينا للسؤال الاساسي اللي بدأت اجابته بجملة الكابتن واقل رياض ماينفعش يقايد مصلحة مصر في اختياراته اشرح لي تقصو ده لا انا يعني لو في جملة هقولها هقول لوائل هو صبعا شاب واعد وكان نجم كورة ولعب من الجيل اللي كسب 2001 برونزيك كاس العالم عكت شوقي في الكورة دايما مصلحتك نمرة واحد هي مصلحة البلد انا ما جملش اي حد على حساب اي حاجة حتى لو في اصحاب نفوذ او سلطة او اخ بدون الدخول في تفاصيل منتخب مصر 2005 في لعيبة مش اقال من 15 لعيب مميز جدا وهذا المنتخب انا بقول لحضرتك مع جيل 2001 هما عماد الكورة في مصر 15 سنة اللي جاية طيب ليه حسيت ان في مجملة لانك شايف ان في لعيبة جيدة جدا لم يتم اختيارها وقدامها لعيبة اقل جودة تم اختيارها لان عندها نفوذ مش امبي بس مش امبي بس لتظلم يعني انا مش اتكلم على امبي وان كان في بعض العناصص تستحق الهون هو النهاردة بدأ بالباكين اعمة سامير 2006 زهير ايمن وزهير ايصر مهاب سامي وده حاجة واحدة اميز ما في انتخب مصر الباكين سواء بتاع الزمالك او بتاع امبي وان كان برضو في واحد تالت يعني مش وقته نتكلم مع واقي لما يرجع لكن مش ممكن يكون فريق زي الاتحاد السكندري واخد بطولة مصر على 18 نادي ويطلع تاني في تاني سنة والسنة دي بيصارع ما بين التالت والرابع وما بقاش يمثلوا فيهم واحد او اتنين يستحقل الفرصة دي رغم ان فريق الاتحاد الاتحاد مش فريق مش قليل دي بلد وجمهور شغوف ولاده لاعبته ولاد اسكندري بالتحديد انا شايف ان فيهم من 3 ال 4 يستحقوا فرصة حقيقية كابتن واريادة عنده اجابة على النقطة دي انه جيميسك متأخر اوي زي ما حيك قلت وانه لسه بيبدأ فبيشوف وانه لسه هيشوف وهيدي فرص للاعبين اخرين فهو بيرفض مصطلح المجاملة ليه ناس كتير من المجال وحيك مش اي حد حقيق كابتن امام محمدين وصفتوها بشكل واضح بالمجاملة ليه مش مقتنعين بتفسير الكابتن واق الرياض لان اللي في المطبخ مش زي اللي على بر البيت ايه اللي في المطبخ اه اه يعني انا اه يعني حقيق من وجهة نظرك الموضوع واضح بص انا مش بميز نفسي لكن لازم اكون صريح معاك اه انا واحد بعض اتفرج على 11 فريق في الاسبوع اه بحفظ لعبة الاهلي من سن 9 لسن 20 ايه وبيحصل عندي تنبؤ بمين وهم في مستوى ايه واعلى قد ايه عشان اعرف اكسبهم اوقف بطولة نفس الفكرة عملناها في الاتحاد رغم ان الاتحاد ده فريق كانتالة اسكندرية ايه الجارم اسماء عظيمة مثلت يعني لو الواحد هيقعد يتكلم في اسماء طبعا مثلت الاتحاد على مستوى مميز طوال فترة حالة الاتحاد ما يستحقش نظرة وهو اول الدوري وتالي الدوري المسلم المنقذي كابتن علاء نبيل بقى على جانب اخر ليه رأي في النقص سمعت الحلقة طبعا سمعت الحلقة قال انه علشان الاتحاد في لعب في الاعمار وبالتالي ده السبب وراء عدم اختيار الكابتن واقل رياض شيتوس للاعبين من الاتحاد هو اشار للمرحلة اللي حضرتك كنت متولي فيها المسئولية كابتن امام اللي هي السنتين اللي مسكت يوم الاتحاد عشرين 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 اتنين وعشرين انا بقى لي اتنين وعشرين سنة باتهم اه قبل ما الاتحاد يرد ببيان رسمي معترضا ومستنكرا هذه التصريحات السؤال الاول هقوله والسؤال التاني تعليقا على اللي هيك قلتو بقى لي اتنين وعشرين سنة بأتهم هل الاتحاد السكندري في وقت حضرتك دخل في عدد من اللاعبين المسننين لم يحدث لم يحدث بص انا بكل شفية ام وانا صادق جدا ولا ادعي كذب وانا ممكن اهيله تراب على زميل او كده بس دي مش عادي كابتن علاء نبيل ممكن يكون ثلاثت منه او حضرتك جبت رجله انا ما جبتش رجل حاجة في حتة مش بتاعته يعني انا ما جبتش رجل حاجة لكن هو علاء نبيل فين في قطاعات الناشئين رئيس قطاع الناشئين في نادي زد اه في نادي زد ام هو كمسك الماولي ام وحبنا نعمل تجربة انا وهو وكابتن عزل طعيمة في ان احنا نقلل المسننين وتدوابنا الزيارة وتزورنا في امبي وفي الاهلي وفي الماوليين تمام وبالمناسبة كان الكلام بيدور انه جيل 2006 عندنا كان عندهم تسع سنين في 2015 وكسبوا الاهلي اتنين صفر اه فخرجوا اولاد النادي الاهلي يبكو منهم ابن سيد معاوض وعمر اه فانا اكلمني كابت سيده ويكلمني بعض الناس في النادي الاهلي قالوا اكابت انهم الجول اللي بيلعب الانبي ده مش ممكن يكون تسنه كذا تسع سنين لا امبي محتاج يزور وهو مؤسسة عملاقة وتحتوي عناصر مهازة هاني نادي الاهلي بامته التاريخية هو الزمالي تفتكر عايز يزور ايه عشان يكسب نادي الاتحاد هيضيره ايه ما هو طوال سنواته بيعافر وبيحاربه عشان وحطت ست الجوم على فنلته ما خدش دوري كتير علي انه يفرح هو ورجالته وولاده في نادي دفع فيه الاستاذ محمد مصلحي ومجلسه الاستاذ محمد سلامة والاستاذ احمد عمجيد وكافة الاخوة الزملاء في اعضاء مجلس دارة انا شفت الناس دي بتتفانة في قدمة النادي ده عشان يحققوا فرحة لجماهيره هم ما بيسلموش من الجامهور وانت عارف الانديش شعبية انا كنت صادق جدا في المشروع ده احنا اشترينا ثلاث لعيبة من بره من الاتحاد يعني الفريق اللي في الاتحاد اللي موجود من البرائم عندهم لمدة طويلة وطارع ثلاث اسكندرية 14 سنة قبل ما ناجي ايه هو كل الفكرة اللي انت نقلتها للراجل ده او المسؤول الكبير ده دوري بسا احنا عايزين ناخد ولادنا في الاتحاد دور بدل ما نقعد نلعب مع العصفرة وسيدي بيش رجال فيه عزون روح نلعب الاهلي في الاهلي عزون روح لعب انبي في انبي عزون لازم تعلي سقف طموحات اللعيبة مقابل كمان انه لعيب الاتحادي بقى جاي ليه امج ليه شكل وليه منظر كل الحاجات دي كانت الاتحاد محروم منها انا مش عايز اقولك كم المعاناة للنادي سيد محمد بيحبش يقولي الكلام ده يعني دايما عايزي خلي نادي الاتحاد امج ومنظر ومفيش حد يقولنا ليه حاجة بيعمل مستحيل لكن وضوع صعب ايه احنا عملنا فكرة رحنا جبنا لعيبة اتنين لعيبة من الجياد تمام نادي اصحاب الجياد ايوة نادي صغير قسمي تالت او قسمي رابع في السجدرية وجبنا ولد من حاجة تسمية الساحة في ضمياط اسم احمد شارقاوي ده برشاح والمنتقى برضو وولد من حضايق الاهرام تكلفة اللعيبة دي كلها لست محمد اطريح خلاصها بحوالي 75 الف جنيه اي الاتحاد مش متعود يشتري وخضنا فترة اعداد جاهدة جدا وجبنا لهم مدرب واعد من ولاد النادي الشطار محمد حسني سنح عجرس ومحمد ستي وكانت الكوادر في الاتحاد مدرب بيقود فريق اه فانا تقلت على سيد محمد ما يفعش لازم تكمل الكادر تمام وخضنا سنتين كفاحة غير عادي اه غير عادي لما فريق يلعب اربعة وثلاثين مباراة يكسب اربعة وعشرين مباراة ويتعادل تسعة ويخسر واحد ويجيب له مية واثنين جون ويدخل فيه حاجة وعشرين ويحقق ارقام كبيرة وفيهم اربع كمس طعبين بيمتازوا ببنية جسدية تعال في العادة الاتحاد طول عمرها انه كنا نلاعب عمر تسعلابي اي تحس انك بتلاعب العيب فاخده وقد دماغك اه قال اتحاد طول عمره صلده قوي اي تتمنى كنت تلبس فنير الخضر بتاع اه انه النادي ده اللي طلع عمر وطلع الجاري وطلع الباب ده وطلع أسماء العظيمة اللي مسلت منتقبات مط ده كان فين عيبة في الاتحاد بتمثل منتقبين في طايم واحد اه فرقة تروح مش عارف فرص فيه ليه كابتن علاء راح للحتة دي اه في انبي دايما من ساعة مطلعنا في 2003 بدأت من الكابتن ابورجيلا حتى ولت مسئولية مدير فني مدرب عام مدير كورة صعود للدوري اه تضييع الدوري المساعد لمدرب عام لمدير فني فريق اول كل ده مدير قطاع ناشئين مصبوط لرئيس لجنة كورة ايوة لرئيس لجنة اللي هي التمكت بنشتري اللعيبة ومباحة اه تعاقدات اه اه لغاية ما الستاذ عامل الشريعي يكلفني بالمستشار الفني ان هو يعني هو عنده كوملة دايما يقول لك انا بلعبش كورة اه بس تثمر اه بس هو بيكلف ناس صعب بتاعة كورة هو شاطر هو بص بيعفي دير اه اه هو انا مسامل رئيس عمر حرب يعني هو هو كل الناس بتلعب بس تاعة كفه اه اه مش هزخرج من الحتة بتاعة الاتحاد تمام فانا كنت في هنا في ام بيقول لك ايه اسلوء اه الوزير او ام بي بيصرفوا معهم اه 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 اوفة فلوس بروحوا يجيبوا اللعيبة بسرعة اه انا مش فاكر في تاريخي دا كله ان اشتريت لاعب ناشئ تخطى مثلا مئة الف جنيه ما خصلش يعني انا مش عايز اقول ارقام هتضحك عليها قولي يعني انا انا جبت مروان محسن دا بخمسمائة جنيه خمسمائة جنيه اه اه صلاح محسن دا بلا مقابل بلا مقابل اه 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 وكان عليه ازمة ومشكلة وقضية ايه الازمة وصالح جمعة نفس الفكرة كنت جايبه كام بلا مقابل واتباع بعد كده برقم بلا هو تم يعارطه للبرتغال برقم اه وبعدين رجع مصر الاهلي كان قلص معاه اه فدفعوا اعتقد بلا مقابل يعني من اختبارات ولا من نادي روح تخدته كده هتهولنا اللعيب ده تحديدا صالح اه جيه هو وعمه يضع سلمان اه ولانه هو وعبدالله ست سنين اه وجايين في ملعب مصانع الحربية اللي في مجرد ما شفنا مجرد ملمحنا صالح باين موهبة كبير اوي بصير تحسوا العيب يعني كبير اوي اه فاعزين نمضي استمارات وقيد اه لما روحنا نسجله اكتشفنا انه هو مقايد في نادي او ملك الشباب اسمه ملك الشباب عرب الحصن تمام لما ملك الشباب عرب الحصن ده اول مرة ينزل من سينة مصر اه اتقايد في النادي ده ازاي اه قاله فيه مشروع واحد عامله وعمل لانه اه عناصر في كل محافظات مصر تبقى موجودة والله فيه هاني هتحط في الحطة فاني روح باعت ورقه مسجله وكان القيد بيسمح في البراعم قيد مفتوح تمام انت ممكن تسجل مثلا في سنة تسعة سنين الف لعيد اه وبين يبدأ يباحهم فاني روحنا له طلبنا الولد المعتاد في السن دوان حداشر سنة تدفع كام اقصى مبلغ كام اقصى مبلغ خمس سلاف جنيه تمام ورقم اه بنتكلم في الفين تمام رفض وشاطر يعني اه لا انا مش عايز كده فبعايز ايه تعمل لي عقد ايه بقى العقد بيقول ايه العقد ده بيقول لو اللي هيبدأ طرع فريق اول بتديني خمسين الف جنيه اه ولو تم بيعه نسبة من بيعه اه اخد الخمس عشرين في المية عشرين في المية تمام اه مش عايز اتدعي ان انا بقى خبير وشابق سامن لكن كنت شايف في صالح انه هيبقى لعيب كبير اول تمام هو التجربة الاول على فكرة اه قبل صلاح محسن يعني اه فلما تتكلم مع المسؤولين في امبي رحمة الله عليها الاستاذ علي رمار اه وده من الناس اللي بنوا نادي امبي يعني فولد موهبة بتاع انت كل مرة تام الكشف عظيم قلت له ده هيلعب منتخبات مصر كلها ها وهيلعب دولي وا 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 قال لي طب اين لي مطوب قلت له مطوب كازا 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 نمضي على العقد ده قال لي يعني بتكلمني ده 11 سنة اه بعد عشر سنين هيلعب فريق اول اه يعني نكتب له اللي هو يعني ده لو جاب مليون هو هياخد 200 واحنا 80 اه موافقين تمام فكتب ناعه اه امضي 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 امبي ختم ختم اه من بقى من التوفيق انه صالح جمعة قبل ما يلعب منتخب سنه لعب ثلاث منتخبات اه لعب منتخب مع جيل 91-92 بتاع صلاح والنني محمد ابراهيم وسافر معهم وليعب مطش البرازيل في شيري اه وبعدين رجع لعب تصفيات موهلة لأولومبيد لندن مع هاني رمزي ايوه ام وبعدين لعب سنه اه في 2013 اي يعني لعب 2011 مع ضيا ولاعب 2012 مع هاني وراح لعب دورة أولومبية وبعدين رجع في 2013 مع كابتن ربيع ياسين كهرباء وترزيجيو مضبوط والمجموعة دي اه فالراجل جي يطل فلوسه بقى انتو قعارتوه المتين الف دول انتو قعارتوه بره في البرتغال اه بتاع البرتغال اه عايز 20% هدوله ايه قال له نمشي بلكش حاجة اه نمشي ده كام ده كان زمان اه طب انا بحي عقد قال له مين اللي مواضي كابتن ايمان قال له لا بروح خضه من ايمان اه فرفع عضية عليك رفع عضية علي وعلى النادي الاهلي وعلى اتحاد الكورة وعلى شركة ايمان وبعدين تحلت ازاي اه والله يعني انا من هنا يعني بشكر اصد ايمان الشريعي اه لانه هو حد يفاهم قوي اه وده ما بيقللش من الزمل السابقين لكن هم الحقيقة ما حلوش الازمة اه لانك مش ممكن تكون بتعمل اتفاقيات وتكسب سي مثلا ما هو ما هو محدش كمان بيشترب 40 مليون ما تزعلش مني يعني هي هي صفقة اه طبعا هي صفقات بتيجي صدف صح ده احنا وليد سليمان اللي عمر في الكرة 40 سنة بيعناها بـ 8-9 مليون لله لكن هي تيجي واحدة زي موضوع السعودي يدفع مبلغ فانت عشان تدفع رقم 5-48 مليون رقم برضو يعني ان بها تدفع 7 بالزبط طب انا هرؤ يعني انت ادبعتي بالضحي بي انا عشان السبعة مليون ما تدفعهمش بانت جزبانا 40 33 حلها حلها والتفاوض وقال المبلغ وخلصنا من ازمات كتير الكسطة دي كانت فيها صلاح محسن وكان فيها صالح جمعة حصلت مع الاثنين نفس المكان اوكي مفهوم نفس المكان اللي هو عربي الحسن طيب اسئلة سريعة جدا قبل ما نختم مع حضرتك لانها دايما مستمتع وانا قاعد معاك كم لاعب ترى انه وجودهم في منتخب الشباب كان مجاملة في الدورة الاخيرة كاملة انا من وجهة نظري من وجهة نظري هواء بس عشان ما حد شوفها من انا بحجمه هواء الحبيبي وكل حاجة سريعا بس انا شايف انه انتخب كان يستحق اعداد افضل اه ومدرب اكبر واقوى بس دا مدرب في السل الالومبي كابتن واي الرياض غير انه ليه تاريخ كلاعب هو واخد برونزية زي ما تقوله هو كمان مع الولمبياد مع كابتن شاوء غريب اين معايير يا كابتن اه اديني معايير حضرتك في الارض هم قالوا معايير ان يكون لعب لعب في الدوري الممتاز لسنوات شارك في بطولات قرية لعب منتخبات اولى ومنتخبات عمرية اللي هم بيسموهم ولاد الاتحاد اه يعني انا لعبت دولي دي المعايير اللي قالوا ابقى ابني الاتحاد طب انا مبلعبش دولي ابقى ابني ايه يعني لا معايير يعني انا اشطر منك اه انا مش مختلف معاك انه ممكن يبقى حد مش لعب دولي سمحنا عندنا لعب دولي معالا نبيل كان لعب دولي اه نجح فيه رئيس قطاع الناشئين في زد دلوقتي اللي بيونيفس ميسك المقاولين كذب ايه ميسك المانيا بلله اجيال برضو في المقاولين ميسك المانيا نزلت ميسك المقاولين على شفر الهبوط مش بالضرورة ده مش تقليل من علاء علاء كان نجم كبير ووصلنا أولمبيات وعلى عيني وإن كون بيتهم أو مش بيتهم هو أنك تتهم إمان محمدين اللي مطلع 112 لعيب دولي اه وأكتر من 300-400 لعيب بيلعبوا في الدول المصري مفيش فرقة في مصر مفيش 3-4 لعيبة من أمري اه انا لو سلمتك سفيبي اللعيبة هتستغرب اه لكن سهل قوي ان انا اقول انك ناجح يا هاني فارمع عليك شوية التراب اه مفهوم طب ليه ليه 22 سنة بيتقال عليك بتساني لأنك انت متفوق اه لما لعب مسابقات في 2016 و2017 بنلعب 11 مسابقة في القاهرة اه وخب بالك القاهرة فيها 11-12 نادي بيلعبوا في الممتاز اه يعني يعني اتحدا ما بيجي يلعب في القاهرة بيلعب 12 اه مرة عايز ياخد مطولة ازاي اه يعني دلولة فارق ودخل كانت الناس بتيجي اتحاد وقلومبي طيب سؤال عام جدا فيه تسنين بيحصل حتى الان في اندية الكرة المصرية في قطاعات الناشئين اه كان في الفترة السابقة اه لكن المرحلة اللي زادت فيها الراغي ده ما بعد 2011 اه والثورة ايو وحلق الاقسام المستندات تمام والكلام ده وكانت فيهم لعيبة وصلت لمنتخبات وطلعت فأنذية علاء نبيل نفسه طلع لعيب من من الزمالك في هذا الشأن طب علاء نبيل اتهمنا احنا في امب في جيل 98 اللي خب طولة كان فيها صلاح محصن ومحمود جاد تمام في لعيب اسمه جودة جودة ده بيلعب فريق اول في فارق قدلاتي وبيلعب ناشئين من زال لسنة 2003 اه وروحنا بالكلام ده يعني انا عشان اوصل لبجاس فكرة احنا هتعملها لايه انا عندي 42 بطولة جمهورية واكتر من 70 بطولة منطقة وفي 2017 امبي وقت 7 بطولات من اصل 10 ما قولينوا وقت بطولة والاقلي وقت بطولتين وامبي وقت 7 اه تفسرها بايه تفسر بايه لما كابتن الخطيبي بله هالعب صديق انه سألني ليه تفوق ده هنا وهنا اه كابتن هالعب صديق حين نرضك يعني يسأل فارق تعرض عليك تمسك الاهلي وقتا مش ما يقدر يعني ما يقدرش يقدر عليها الاهلي لكن هو العرض كان جايف انك تبقى راجل تاني مفهوم عشان انت مش من ولادي الاهلي مفهوم طيب عشان بس اكمل بقيت السؤال وده سؤال الاخير قلت ان المنتخب الشباب يستحق مدربا اقوى اكبر مع واقل مع واقل يعني انت جايب كل البرتغاليين دول اه وبتبخل في اعداد جيل هو جيل 2001 اللي ماسكوا مكالي ده مش سني قلومبي ده مظبوط طب انت انا مش بقلل من واقل هم كانوا طرحين على ميكالي على فكرة لاش في يمسك الى 35 انا مش بقلل من واقل مفهوم هي الفكرة في الان واقل رياض كان مع ميكالي مدربا انا لما اشتغل 400 500 600 مباراة ما بين ناشئين وشباب وفريق اول واتخضرنت في محافظات وخلافه غير ان انا بقى راجل تاني ونط راجل اول من ايه اما الامتة هتنط راجل ايه يعني يعني عايز تفسر انه انا بسألك بجد انه مصر بتاخد جون من الديع 20 ل الديع 24 تلات تجوار تدريب ايه هاني اه ما هو لازم تقبل الطرف التاني انا ما عكف انه لازم يبقى ايجابيين اه الفترة قليلة واللهات ما خدش غرصته كافية لكن انا بقول رأيي بالمنتهى الصراحة يعني عندي محمد فاتح عمور يدفل للتحال اه ما ينفعش يبقى تاني سنة هدف المسابقة وما اخدوش معاه وما اخدوش ده نادي المقولين عشان يسبت لعيب عنده في المنتخب شوق غريب بنصحته اشراكه في براته الاهلي مجش الاهلي مهند مزبوط ولعيب كبير ولعيب كويس وعلى فكرة الاختيارات بتاعتوائي في المهاجمين كلها مميزة اه لكن النهاردة لازم انا في السن ده يبقى عندي خمس مهاجمين اه اوسع الشريحة مفهوم كابتن امام للحديث بقية لان دايما كل من مره ابنتقبل اعايز الحلقة تطول ساعتين تاني انا كنت نفسي اتكلم مع حدك في موضوعات كتير وانا كمان اه حاجات تخص الكلة المصرية من حس النشأة في البراعم اه وان احنا عشان نشتغل صحة في البلد محتاجين نبتدي من هنا اتفقنا اه نوعد بعض الاسبوع اللي جاي لأ اللي بعد ونبقى حلقة طويلة انا بقى بقى سعيد معك انا كمان لان الاسبوع اللي جاي انا مش موجود بحيي عايز احيي طبعا حد من اللي بحبهم جدا على قلبي لأستاذ محمد مصالحي ايوة مباريك له فوزه النهاردة نبعت في السلام وشوفنا فرحته اه الفوز على الاهلي في السلة اه وده فوز عزيز لانه جاي بعد فترة انكسارات كتيرة ليهم صح اه بقول له باشكره باسمي باسم جمعية الاسكندرية اللي انا بعتبر نفس واحد منهم اه على المجودات اللي بيديها هو مجلس دارته اه الراجل ده والله والله بلا نفاء اه ولا اي مصلحة معاه اه انا كنت باخد فلوسه بصرفه يعني ما بحوشهاش اه مخلص الى ابعد الحدود لهذا البلد ولهذا النادي ولهذا الكتان العظيم اه فمن هنا بحييه وبتمنى له التوفيق دايما ان شاء الله كابتن امام محمدين المخضرم صاحب العين الخبيرة المستشار الفني لمجلس ادارة نادي امبي نورتني وشرفتني وكنت سعيد جدا كالعدم شكرا كعان شكرا لحضرتك شكرا كعان نورنا الكابتن امام محمدين وبعد الفاصل الكابتن علاء مذكور هو وظيف حضراتكم في الماتش خليكم موجودين معنا